خاصة عندما والإنسان عندما يتحدث عن إذاعة القرآن الكريم ويتحدث عن صلب عمله لا شك أنه أيضا يتشرف بأنه كان أحد أعضاء هذه الإذاعة ولا زال مع إذاعة القرآن الكريم ويعني إذا سمحت لي قبل أن أبدأ بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولا شك أن إنشاء إذاعة القرآن الكريم وكما تعلم أنها أنشئت بأمر وبتوجيه من الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله وأيضا بمشاركة تأسيسية من بعض الزملاء وخاصة أيضا الدكتور علي الخضيري هذه الإذاعة تأتي امتداد للدور الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين ولا ضيرة في ذلك ونحن الآن في شهر رمضان وشهر القرآن وإذاعة القرآن الكريم تتميز في هذا الشهر الفضيل ببرامج عديدة وبرامج متنوعة وبرامج كثيرة والحديث عنها وعن نشأتها وعن أيضا تأسيسها وعن الذين مروا عليها حقيقة يحتاج إلى وقت طويل ولكن لعلي يتكلم ببعض الشيء أحسن من لا شيء فأنا تشرفت بذاعة القرآن الكريم منذ سنوات تقريبا من 1406 هجري وقدمت برامج كثيرة ضمنها والتي لازلت أذكرها في بالي ولازلت يعني أعيش أوقاتها وأعيش جمالها حقيقة هي برنامج ناشئ في رحاب القرآن الكريم وكذلك مثلا كيف أسلمت هذا البرنامج كيف أسلمت حقيقة له يعني ذكريات جميلة معي خاصة عندما تقوم المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم بتغطية المناسبات الخارجية خارج المملكة سواء في سرايفو أو في مثلا اندونوسيا أو في المسابقات القرآنية هذه أكون أنا مبسوط أروح أساسا قد بي هذا البرنامج بلقاءات جديدة كيف أسلمت ولعلي مثلا يعني أذكر لكم موقف من ذكرياتي مع برنامج كيف أسلمت كنا في البوسن والهارسكفي بعد ما وضعت الحرب أوزارها وكنتنا من ضمن الوفد الإعلامي الذي غطى افتتاح مشروعات هناك في سرايفو وكان سمو كان الملك سلمان كان هو أمير الرياض ورئيسها الهيئة هيئة الغاثة للبوسن والهارسك وكانت هناك مشروعات وكنا من ضمن الوفد اللي يغطي هذه المشروعات من ضمنها أنا أتلقط وأخذ بعض اللقاءات التي تغطي برنامج مثلا كيف أسلمت قالوا لي قلت أبغى مسلمين جدد يعني عندما تقول من البوسن والهارسك ومسلم جديد قالوا في عندنا واحد اسمه عبد الله كان في المستشفى وطلع الآن أنا بنجهز لك معه لقاء قلت خلاص وجابوه لي بالفندق سألت عن قصة إسلامه قال شوف طبعا فيه تردماه فيه قال أنا كنت ضمن الصرب اللي حاربون المسلمين يقول وفي نفس الحرب وفي نفس إحدى المواقع أصبت أنا في هذا الجسر كان فيه كنا قريب منه نفق واللي معي اللي قاتلوه من الصرب هربوا وخلوني وأنا جلست جاء المسلمون وأسروني وأخذوني قلت خلاص هذا اللي بيقطعوني تقطيع خلاص أنا فذهبوا بي إلى المستشفى وعالجوني سألتهم قلت توقعت منكم عمل أكبر من كذا قتل قالوا لا الإسلام يحتفظ بالأسير وينهانا عن اغتياله أو عن يعني الإذاءه عن الأسير يقول قعدت لشهر شهرين وأنا أطلب منهم أسمع عن الإسلام هذا وشه الإسلام فتعلم عرفت عن الإسلام وعن مبادئه وعن أشياء وكثيرة بعدين أسلمت وقعده شهرين بالمستشفى وأشوى يقول طلبت منهم أني أرجع حارب ما عم ضد خويه قالوا لا لأنه لو ما شكوا تقتل على طول أن تعتبر لازلت الآن أسير عندنا فيقول زادت شوقا وازددت شوقا وحبا للدين الإسلامي أيضا في هذا الموقف لن أنسى في نفسه سريفه عندما صلينا صلاة الجمعة كانت وافقت في المركز الإسلامي الذي افتتحه خادم الحرمين الشرفين عندما كان أميرا للرياض الإمام واللي يخطبه الشيخ عبد الرحمن السديس واللي يذن علي ملة تصور وأنا مر من عندهم كنا نمشي حرم 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 بعد ما خلصنا حرم يقول كأننا في الحرم وهم يبكون والله من الخشوع ولا أنسى أنهم يقدرون ويعتبرون ويشكرون على ما قدمنا من إعانات وتبرعات وهذا كله لله في الله الحقيقة الحديث عن هذه الأمور هذه يعني ذو شجون ولعله إن شاء الله تأتي في سياق الحديث إن شاء الله تجي الذكريات الكثيرة إن شاء الله وخاصة عندما كنت مع العلماء أنا تشرف بأن أكون مع شيخ محمد بن صالح بن عثيمين في سؤال على هاتف بعض الحلقات لأنه كان الزميل عبد الكريم المقرم معه ولكن أحيانا يتأخر أو يسافر أو شيء فأنا أغطي عنه أيضا مع سماحة مفتعام المملكة مع عدد من المشائخ ولمواقف معهم إن شاء الله عشك الله خير يطلعنا نغبطك الله الله يسلمك